ريا وسكينة قصة شقيقتين مصريتين تحولت مع زوجيهما إلى سفحين خلال القرن العشرين في محافظة الأسكندرية على ضفاف البحر المتوسط في شمال مصر قصة ألهمت الكثيرين وأصبحت محور الأحاديث الشفاهية والسيارة في مصر هنا يمكن للمرة مشاهدة صور ومقتنيات تحكي عن واحدة من أكثر جرائم القرن العشرين بشعة ده أول بيت سكنت في سكينة لما جات من كفر الزيال موتت هنا ثلاثة بعد كده نقلهم راحوا حارس مع حارة النجا موتوا فيها ثلاثة بعد كده نقلهم في شارع علي بيت كبير البيت اللي كان فيه 12 ضحية اسم سكينة بنت علي العمر 30 سنة حكاية رايا وسكينة علي همام التي قتلت ما يقرب من 17 امرأة في عشرينيات القرن الماضي لسرقة مجوهراتهن استحوذت على مخيلة الكتاب والروائيين الذين وثقوا قصتهم في كتب أعيد استخدامها لاحقا في المصرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية كانت الشقيقتان أول امرأتين يتموا إعدامهما في مصر نحن كأهل المنطقة بدأت ناس تجينا من برا فكل اللي بيجي عايز يشوف البيت وصورهم على قد ما قدرنا جبنا السور دي وحطناه في البيت على باب البيت زمان تشايف في حي اللبان في الأسكندرية تحول أحد المنازل الثلاثة التي اعتادوا القتل والدفن فيها إلى معلم جذب يأتي الزوار ممن يدفعهم فضولهم لمعرفة المزيد عن ريا وسكينة قام سكان الحي بتحويل واجهة المنزل المتهالكة لمعرض مفتوحة وتم وضع صور الأختين وأزواجهما وأمر الإعدام وتذكرات أخرى لكن لا ينصح بدخول المنزل إذ أنه متهالك تماما ما قد يؤدي لانهياره في أي وقت اشتركوا في القناة